محسن الله إليكم قال المصنف والستة من شوال قال الشارح لحديث أبي أيوب مرفوع من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صامت دار رواه مسلم أبو داود قال أحمد هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في حديث أبي أيوب وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره في صيام الستة أيام من شوال وستة أيام من شوال يتالي لرمضان وإنما سمه النبي عليه الصلاة والسلام بصيام الدار لأن الدار في لغة العرب يستعمل الاستعمالات من أشهرها العام فكل إثنى عشر شهرا تسمى دهرا تسمى دهرا والله عز وجل يقول في كتابه العظيم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله فهذه عدة الدار وقد جاء عند ابن ماجه وغيره أن الحسنة بعشرية أمثالية تفسير ذلك صيام شهر رمضان الحسنة بعشرية أمثالية فهذه عشرة أشهر وستة أيام بعشرية أمثالها فهذه ستين وهما شهران ويعني قد أكمل أكمل الدهر فمن صام رمضان وصام ستة من شوال فأتي أجرى صيام العام العام كامل فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صيام ستة أيام من شوال في مشروعيته من جهة الأصل على قولين ذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته وهذا ظاهر قول الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد جاء أيضا عن أبي حنيفة وغيرهم وأما ما جاء الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه كان يكره صيام يوم في ظاهر قوله أنه ينفي ثبوت صيام ستة أيام من شوال عن الصحابة أو كون ذلك من العمل يقول لم ندرك الناس ولا العلماء يصومونها يعني يصومون ستة أيام من شوال وهنا توجيه لبعض كلام الإمام مالك رحمه الله فالذي يظهر أن مراد الإمام مالك أن العمل الذي كان الناس يعملونه ما كانوا يتواطئون على تعمد صيام ستة أيام من شوال وإنما كانوا يصومون في غيرها فالحديث في ذلك ثابت الحديث في هذا ثابت ولو كان العمل مستفيدا في عمل الصحابة وكذلك أيضا التابعين كانوا يصومون ويظهر ذلك منهم ما خفي على الإمام مالك رحمه الله وإذن ما الموقف من هذا الحديث الصحيح وفي قول الإمام مالك رحمه الله ونعلم أن الحديث إذا ثبت لا حجة لقول أحد معه لا حجة لقول أحد معه ولكن نفي لإمام مالك في إدراكه الناس على مثل هذا الأمر الذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد بقوله من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال أراد بذلك تعجيل الست تعجيل الست وما قصد بذلك الشوال بعينه فهو قصد العدد وما قصد الشهر قصد العدد وما قصد الشهر وعلى هذا من صام بعد شوال ستة من الأيام مثلا صامها في ذي القعدة أو صامها في ذي الحجة هل أدرك الفضل أم لا؟ نعم أدرك الفضل وفاته سنة التعجيل فاته سنة سنة التعجيل وسنته في ذلك من جهة التعجيل هي ما ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكره شوال قال وصام ستة من شوال ولهذا نقول أن صيام ستة أيام من شوال أفضل من صيام ستة أيام من ذي القعدة لا في تحقق صيام الدهر ولكن في تحقق التعجيل هو في تحقق في تحقق التعجيل ومن أخر ستة أيام من شوال إلى ذي القعدة يكون كمن أخر الصلاة الفريضة عن أول وقتها إلى أوسط وقتها ونحو ذلك والصلاة في أول الوقت أول الوقت أفضل وعلى هذا من فاته شوال لم تفوته الستة ولهذا نقول إن ما جاء في النص من جهة مقصودي وأتبعه ستة من شوال أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك التعجيل من قراءة هذا التعجيل لأن الحسنة بعشر أمثالها أن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان شهر وبعشرة أشهر وستة أيام يكون بعشرة وهي ستين يوما وهذا يتحقق في شوال ويتحقق في غيره وهذا أيضا من القراءة التي يحمل فيها الخبر ونقول إن النفي لما مالك رحمه الله أنه ما كان يظهر منهم ذلك تعمد وقصد شوال بعيني تعمد وقصد شوال بعيني وإنما يحملونه على معنى التعجيل على معنى التعجيل فيكون الأمر في ذلك على الساعة ويحتمل أيضا أنهم لكثرة صيامهم وتعبدهم ما كان يظهر منهم التعبد بالشتة لخفائها في باب الطاعات لخفائها في باب الطاعات كالذي يكثر من الصلاة الضحى أو يكثر من صلاة الليل أو يكثر من النوافل لا يدرى من صلاته ماذا يقصد من صلاة الضحى أو ماذا يقصد من صلاة النوافل في بقية النهار أو بقية الليل لكثرة تطوعه وتعبده فربما كانوا من أمر عبادتهم أن نوافلهم في ذلك لا يظهر منها قصد الستة بالعدد بعينها نعم